مدهمة منازل ثلاثة شبان من الشيشان والنمسا مؤيدين لتنظيم داعش الخارجية توبغ سفير ايران في فينة على خلفية منشور داعم لحزب الله حزب الشعب يتهم حزب الحرية بصرقة برنامجه الانتخابي وتشويهه رئيسه حزب اس بي اي يخوط صراعا سياسي داخل حزبه وخارجه الحكومة تعتزم فرض مناهج تعليمية خاصة للاطفال في المساجد وتسجيل حوالي خمسمائة اصابة في حوادث الطرق المدرسية العام الماضي واخيرا مدارس فينة تهدر عشرة الاف وجبة يوميا وتمنع التبرعات مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم الى تفاصيل الاخبار اجرت السلطات في ولاية النمسا السفلة مدهمات ليلية استهدفت شبان تتراوح اعمارهم بين 16 و19 عاما يشتبه في نشره الدعاية لتنظيم داعش على انستجرام وتيك توك وتلقت الشرطة الجنائية بلاغات من ادارة حماية الدولة والمخابرات مما ادى الى بدء تحقيقات في منطقة تولن ومدينة سانت بلتن حيث شملت المدهمات ثلاثة شبان شابين وفتاة يواجهون تهم دعم منظمة ارهابية من اصول شيشانية اضافة لشابين دخلوا الاسلام حديثا وتم ضبط هواتف محمولة واسلحة محظورة خلال المدهمات والتحقيقات لا تزال مستمرة ويعتقد ان المشتبه بهم لا يعرفون بعضهم البعض استدعت وزارة الخارجية النمساوية السفير الايراني في فينة عباس باقربور اردكاني بسبب نشره رموزا تابع لميليشيات حزب الله الارهابية حيث عرض السفير علم حزب الله وكتب حزب الله سيكون المنتصر واثار هذا غضب الاحزاب السياسية النمساوية التي طالبت باتخاذ اجراءات حازمة واكدت وزارة الخارجية ان استخدام رزوم حزب الله المحظور في النمسا يتعارض مع القوانين المحلية واضافت ان انتهاك الحظر قد يعرض السفير لغرامة تصل الى عشرة الاف يورو او السجن الى ان الحصانة الدبلوماسية قد تعقد عمل العملية القانونية وجه حزب الشعب النمساوي ايفو بي انتقادات حادة لبرنامج حزب الحرية النمساوي اث بي اي الانتخابي متهما اياه بسرقة افكاره من خطة النمسا وطرح مفاهيم قد تضر بالاقتصاد وقال كريستين ستوكر الامين العام للأيفو بي ان البرنامج متناقض ولن يفيد البلاد بينما وصفه الاقتصادي كورت ايجر بالسم الاصدق للاقتصاد واتهم ستوكر الحزب المعارض بالانسحاب من الديمقراطية التمثيلية وتعريض حقوق التصويت للخطر كما انتقض دعواته لالغاء الرقابة على الانترنت واضاف ان حزب الحرية يفتقر للمصداقية ويمثل تهديدا للسياسة الامنية دافع اندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكي اس بي اي عن العملية المفتوحة لتطوير البرنامج الانتخابي للحزب مؤكدا ان هدفه لا يزال ان يصبح مستشارا فدراليا جاءت تصريحاته عقب استقالة عمدة لينز كلاوس لوجر وانتقادات دوريس بوريس الرئيسة الثانية للبرلمان لبرنامج الحزب وعبر بابلر عن استيائه من تسريب وثيقة انتقدت بها بوريس برنامج الحزب الانتخابي معتبرا ذلك خيانة للثقة كما تطرق الى مسألة الضرائب مفضلا عدم تحديد موقفه حول ضريبة الاغنياء ومشيرا الى اهمية تحسين الاوضاع الاجتماعية وبخصوص سياسة اللجوء اكد بابلر التزامه بالانسانية مع التركيز على التعليم والتوظيف اعلنت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان ناراب عن اطلاق مشروع التعليم المسجدي الذي يهدف الى تحديث المواد التعليمية المقدمة في المساجد وتقديمها باللغة الالمانية يأتي هذا المشروع استجابة لدراسة اظهرت نقصا في التوازن العرقي وغياب الربط بالواقع النمساوي في التعليم الديني الحالي حيث يركز المشروع على تعزيز الاندماج والكفاءة في التفاعل بين الاديان ويقود المشروع عالم اللهوت زكريا سيديني من جامعة انسبروك ويهدف الى تطوير برامج تعليمية تعكس الحياة اليومية في النمسا بشكل افضل وتحسين جودة التعليم الديني للاطفال والشباب سجلت النمسا 450 حادث على طرق المدارس في عام 2023 اصفرت عن اصابة 494 طفلا ووفاة طفلين وفق البيانات نادي السيارات النمساوي امتدسي واظهرت دراسة تتبع حركة العين ان الاطفال الاصغر سنا بين السادسة والسبع سنوات اكثر عرضة للخطر مقارنة بالكبار حيث يواجهون صعوبات في تقدير المسافات واتخاذ القرارات بشكل صحيح واوضح النادي ان العوائق مثل سلات القمامة وعلامات المرور تساهم في تفاقم المشكلة داعيا الى تحسين البنية التحتية لطرق المدارس لضمان وضوح الرؤية وتوخي الحظر مع بدء العام الدراسي الاسبوع المقبل كشفت بيانات ادارة المدينة ام ا56 ونظام مونتور التابع لمنصة يونيت اجنست ويست انه يتم اتلاف عشرة الاف وقبة من اصل خمسين الف وقبة تقدم يوميا في مائتين ثلاثة وثلاثين مدرسة في فين وحسب البيانات تلقى الوجبات في القمامة حيث يعود جزء كبير من هذا الهدر الى الوجبات غير المأكولة بسبب غياب الطلاب او عدم رغبتهم في الطعام وتعكف ادارة المدارس على تحسين القوائم الغذائية وتعديل الكيميات المقدمة بناء على الحضور الفعلي كما ستمنح الطلاب مزيدا من الوقت لتناول وجباتهم وتعزيز الوعي بعدم هد اهدار الطعام وتواجه الادارة تحديات قانونية تمنع التبرع بالطعام الفائض كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح مكين امسيا سعيدة والى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر